بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه نحمده تعالى ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائه وأشرف رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعهم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نحمد إليكم الله جل جلاله ونشكره جل وعلا على عظيم آلائه ونعمائه ومنها ما من به علينا من نعمة الإسلام ونعمة اتباع القرآن والسنة النبوية وكذلك ما أنعم الله به علينا من شرف وجود الحرمين الشريفين وما من الله جل وعلا على هذه البلاد المباركة من نعمة خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصدهما ويعلم الجميع ما أصاب العالم من هذه الجائحة المستجدة الخطيرة واليوم ولله الحمد والمنة نعيش في نعم عظيمة وآلاء جسيمة ومنها سرعة ولله الحمد والمنة انقشاع وتقضي هذه النازلة وهذه الجائحة ومنها ما من الله به علينا من ما وفق إليه ولاة أمرنا حفظهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا من إعادة فتح مجال العمرة والزيارة لقاصد الحرمين الشريفين جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة وإننا باسم المعتمرين والزائرين والمصلين والطائفين والساعين والركع السجود لنرفع إلى ولاة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نرفع لهما آيات الشكر والتقدير والامتنان والعرفان على ما يولون الحرمين الشريفين وقاصديهما من المعتمرين والزائرين من جليل العناية وفائق الرعاية والعناية جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة ولما أوقف مجال الاعتمار كان ذلك راجعا إلى الحفاظ على صحة الناس وسلامتهم وذلك مقصد من مقاصد الشريعة الغراء فلقد جاءت الشريعة بحفظ الدين كما جاءت بحفظ الأنفس والأرواح وقد وفقت دولتنا المباركة باتخاذ هذا القرار الصائب الحازم الحكيم حرصا على صحة وسلامة المعتمرين والزائرين واليوم ولله الحمد والمنة نعيش فرحةً كبرى ونعمةً عظمى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون تبتهج نفوس المسلمين وتنشرح صدور المؤمنين وهم يرون أبواب الحرم ولله الحمد والمنة متفتحةً وذلك بإذن الله وتوفيقه فألٌ في تفتح أبواب الجنان والخيرات والبركات والأمن والأمان على هذه البلاد المباركة وعلى سائر المسلمين في شتى الأسقاع والبقاع فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونهلئ إخواننا المعتمرين والزائرين هذه أفواج وطلائع المعتمرين والزائرين تعمر البيت طوافاً وسعياً بين الصفا والمروة وحمداً وشكراً بقلوب خاشعة وأعين دامعة كل ذلك تحدث بنعم الله وأما بنعمة ربك فحده أيها الإخوة المعتمرون وإن واجبنا أن نكثر من شكر نعمة الله عز وجل والحمد لله تملأ الميزان لإن شكرتم لأزيدنكم وشكر نعمة الله سبحانه بالتمسك بدينه والاعتزاز بشريعته ولزوم الكتاب والسنة والجماعة والإمامة ورعاية الأمن والسلامة والهناء والرغد والاستقرار وهو ولله الحمد والمنة ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة كما أن من واجبنا أيها الإخوة أن نلتزم بتعظيم مسجد الحرام فهو من تعظيم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما أن الواجب علينا جميعا أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراقات الصحية حفاظا على الصحة والسلامة العامة وأمن الحرمين الشريفين وسلامة وصحة قاصدهما وذلك بالالتزام بالتباعد المكاني والجسدي ولبس الكمامات وكذلك أيضا التعقيم عند دخول الحرم ولله الحمد والمنة يسر الله بفضله ومنه ثم بما وفق إليه ولاة الأمر جميع الجهات العاملة لخدمة المعتمرين فأهاهم أبطال الأمن ورجال الأمن وفقهم الله يبدلون جهودا كبيرة في الحفاظ على صحة وأمن وسلامة القاصدين فجزاهم الله خيرا وإن الواجب علينا جميعا أن نتعاون معهم وأن نتجاوب في تمثيل التوجيهات لأنها راجعة إلى تحقيق المصالح العامة وهناك إخوان لكم في رئاسة شؤون الحرمين يبدلون جهودا كبيرة في التعقيم والتطهير وتجهيز منظومة الخدمات في فريق عملي ما سُخر إلا لخدمتكم ولصحتكم وأدائكم شعائركم ومناسككم بكل يسر وسهولة فلهم منا الشكر والتقدير والدعاء ولإخواننا أبطال ورجال وزارة الحج والعمرة وكذلك أبطال الصحة الذين يعملون بروح الفريق في خدمة المعتمرين والزائرين فعلينا أيها الإخوة أن نتجاوب وأن نتعاون مع التعليمات التي ما وجدت إلا لخدمتنا وصحتنا وأمننا وسلامتنا كما أن علينا جميعا أن نكثر من التعاون في تحقيق هذا المجال